اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واضغط على زر الاعجاب مرانا خاصرين كما راكم تشوفوا اليوم في الصورة لدينا دوسة اهلة خياطة اللي هي بيدار توقفت عن العمل في الحقيقة اخواني الطريقة تعتصليح تحسس سهلة وبسيطة جدا فكوها بمفكة البلاغة من هذا المكان دوسة هذه هي في الحقيقة عبارة عن قاطعة صغيرة ومين تفزد تفزد من زوج حويش برك بما ان تكون الاسلاك اللي راه داخل الى هذه الدوسة مقطوعة او هذه القاطعة تكون ميجد قيس منيح مع هذا الحديد راكم تشوفوا الفحمة هذه لازم تكون قيسها منيح مع الحديد كيلوضه على البيدار مرات تترخف شوية هذه الفحمة تقول لي ما يوصلش هذا الحديد للفحمة هذهك وبالتالي ما هو شرح يوصل تريسيتي الى آلة الخياطة كيف شرح ينفتحوا هذا الزوج براغي ما نفتحوه مش كامل نرخيه مبرك ونطبعو هذا الى الامام حتى يقيس الفحمة مع الحديد هو مش لازم يقيس خلاص خليه واحد الام ميليمتر اام ميليمتر يعني واحد ميليمتر ونجربوه هذا الشكل كينا ضبطوه قد قد نزيروه نزيروه ما نخليوش والحاجة الثانية اللي لازم نعدلو عليها لانه هذه الثانية مهمة هذا الزوج براغي الصغار اللي جايين على اليسار واش نديروه خوتي نفتحوهم قليلا باك مش بزيف نفتحوهم قليلا ونهبطوه هذه المرة نهبطوه للتحت مش نطلعوه للفوق كما المرة الأولى هبطوه للتحت باش نحاولونا خلقوه زاوية مائلة هكذا ما يجيش متوازي وجيمايل كما رح نريكم طريقة في الصورة نعودو مزيروهم جيدا هاي الصورة اشتو كيفاش يكون يكون كيم فارغتا واحد ميلي متر فقط اذا بعد ما عدلنا على هذا المتاع فقط كل ما علينا الان هو أن نغلقها ولكن قبل ما نغلقها لازم نتأكدوا خاوتي من هذا زوج أسليك لا اخترقش مرات مرات يتقطعوه في المدخل نتاع الباطع تتأكد منهم يليلي يتهم مقطوعين ولا حاجات تعاود سوديهم تعاود سوديهم وتغلق الآلة تاعك الآن رح نشوف نجربوها أعلى شوفوها لاشتغلت أم لا إلى هنا نصل إخواني إلى المعروف بالفيديو تنسوش اشترك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته